بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي. مستر ياسر فتح الله بيحييكم مع قناة خليك ايجابي. بنقدم لكم النهاردة الجزء التاني من الوحدة السبعة الخاصة بالترم التاني. احنا في الجزء الاولاني كنا اتكلمنا عن آآ حكينا فيه شرح المحادسة بالتفصيل وبعدين خدنا امتحان شامل والامتحان كمان كان متجاوز كان داخل في وكان داخل في الجرامر. فالنهاردة ان شاء الله هنستوفي الجزء الخاص بالوحدة. لو تقدر ترجع للامتحان تاني بعد ما هنخلص الجزء ده هتلاقي الامتحان اسهل بكتير. النهاردة هنكمل في في معرض الاحياء المائية. هنبدأ بالورد تايم. وكمان هنخلص النهاردة ان شاء الله باقي الاجزاء الخاصة بالفوكس تايم والبراكتس تايم والفونكس تايم. مع تدريبات كتاب الورك بوك. الناس كتيرة بتقلق من تدريبات الورك بوك مع انها سهلة جدا ويعني هتشوفها انها في منتهى السهولة. نبدأ بالورد تايم. في الاول بناخد نطق الكلمات وبعدين بندخل في المعاني. زي ما انت شايف كتاب المدرسة بيبقى بالشكل ده. مكتوب اسمع وكرر. هنقول الكلمات الاول. الويل. دولفن. دولفن. ايل. ايل. شارك. شارك. اكتوبوس. اكتوبوس. كراب. 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 بيج. بيج. سمال. 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 فاست. فاست. سلو. سلو. دولفن. زي ما هو معروف بالدولفن. بالدولفن. ايل. ثعبان البحر. شارك. سمكة القرش. اكتوبوس. اخطبوت. كراب. كابوريا او سرطان البحر. او زي ما بتشوفه كده في اسمه السلطعون. كراب. بيج. دي صفة معناها كبير. سمال. صغير. عكسها. سريع. وعكس الصفة بطيء. كده اخدنا معاني المفردات. اول تمرين يا سيدة عندك اهو في الورك بوك على الورد تاين بيقول لي. لك ذن رايت ذا لتر. كل حيوان بحري من دولة حطط له حرف. كل ما عليك انك هتاخد الحرف اللي قدام الصورة تحطه قدام الكلمة اللي تحت. طيب نمبر وان ويل. ويل هنا واخد الحرف ايه? دي. يبقى ويل واخد الحرف دي. ايل. دور كده. ايل واخد الحرف ايه. تمام. واخد الحرف سي. بعدين اكتوبوس واخد الحرف ايه. اللي هي نمبر فايف دي. واخد الحرف بي. كراب اللي هي اخر واحدة نمبر سكس واخد الحرف اف. ده بالنسبة للتمرين ايه. تمرين بي اللي بعده. بيجيب لك الحيوان وحطط لك قدامه الصفة. انظر واكتب. هنا بيعلمني ازاي اوصف الحيوان باستعمال اداة النكرة. يعني هقول يعني حوت كبير. بعدين حطط لي عند الكراب حطط لي سمول. فهقول كراب. في الصورة التانية حطط لي مع الاكتوبوس. هقول اكتوبوس. يعني ها. واختبوط بطيء. الدولفن افاست دولفن. دولفن سريع. بعدين سكرة في التمرين سي بتقول ده دورك. اقرأ واكتب. هل تحب اسماك الكرش؟ حط بيحبها؟ من ده مفترسة. يبه هنقول انا هرد عليها اقول لها لا ما بحبش. دولفنز دي صديقة الانسان وبتعمل عروض كتيرة. يبه هقول يس اي دو. دي لايك دولفنز? يس اي دو. بعد كده بندخل على الجزء الخاص بالبراكتس تاين بس ناخد المقدمة دي الاول قبل ما ندخل في الدرس. بقول لك هنا اتعلم معايا ان عند المقارنة بين شخصين او حاجتين بيختلفوا في مقدار الصفة دي. فاحنا بنستعمل القاعدة اللي جاية دي. اول حاجة الاسم الاول اللي هنقارن عليه. بعدين نحط از لو يكون. بعدين الصفة وبضيف لها اي ار. وذان وبعدين بحط المقارن الثاني او الاسم التاني. تمام? دي القاعدة اللي احنا هنمشي عليه. يعني مثلا هقارن بين احمد وعلي. في صفة معينة ولتكن صفة الطول. طول يعني طويل. طيب هنعملها ازاي? عايز اقول ان احمد اطول من علي. يبقى احمد از تولر ذان. احمد يكون اطول من علي. طب احنا في الترجمة بنستعملش كلمة يكون في العربي. فهقول احمد اطول من علي. يبقى تحفظ كده. از بعد الاسم. بعدين الصفة واضف لها اي ار وذان اللي هي اطول من. طولر ذان. طولر ذان. خلاص كده? طيب بالنسبة للحيوانات طبعا احنا هنحط كلمة زيادة اللي هي ذا. اللي هي ال التعريفية في اللغة العربية. تمام? يعني هقول الحوت هقول الحوت. بس هيا دي الاضافة الزيادة. طب هكارن بين الحوت وبين سمكة القرش في صفة الحجم. يعني دي معناها كبير. عايز اقول الحوت اكبر من الشارك. اللي هو سمكة القرش. يبقى هعملها ازاي? الحوت اكبر من سمكة القرش. هتقول لي طب هي ليه في كلمة حطينا جي زيادة? هتعرف دلوقتي ليه بنحط جي زيادة لما بنحط الاي ار. كيف هنضع الاي ار في نهاية الصفة? هنضع الاي ار في هاي الصفة ازاي? القعدة بتقول ان الصفة المنتهية بحرف ساكن مسبوك بحرف متحرك بنكرر الحرف الاخير. يعني بنضعفه بنخليه مكرر مرتين. عندي مثلا صفة طيب يعني نحيف. اخيرة حرف ان اللي هو حرف ساكن. مسبوك بحرف متحرك اللي هو حرف الاي. طيب قبل ما اضيف الاي ار لازم اكرر الحرف الاخير اللي انا عامله بالاحمر ده اللي هو هتبقى تمام. هتبقى ليه لاني تجي مسبوكة بحرف الاي اللي هو المتحرك. فهتكرر قبل ما ضيف الاي ار هتبقى تجي مكررة مرتين. طيب لو الصفة دي منتهية بحرف واي مسبوك بحرف ساكن. نعمل ايه? بنحول الاي بنحول الاي الى اي زي المثال الجايدة. يعني سعيد دي صفة. طيب وانتهي بحرف واي مسبوكة بحرف ساكن اللي هو حرف البي. هعمل ايه? هقلب الاي لاي وبعدين احط الاي ار تبقى يعني اسعد من. اي زي سهل ادي واي مسبوكة بحرف ساكن اللي هو حرف الاس تبقى يعني اسهل من. يبقى القاعدة بتقول حرف ساكن مسبوك ومتحرك بكرره. حرف واي مسبوك بساكن بقلبه لاي. ادي كل الموضوع. طيب ندخل على في الموجود في المدرسة بيقول لك اسمع وكرر. الحوت اكبر من الدولفن. دي ومارس وتمرن مع زميلك. الصورة الاولى جاب لك المقارن الاول كراب. الصفة المقارن الثاني دولفن. يبقى هقول الكراب هيكون ابطأ من الدولفن. هنعملها ازاي? القاعدة اللي احنا قلنا عليها. الاسم الاول از الصفة اي اار ذان والاسم التاني. the crab is slower than the دولفن. الكراب ابطأ من الدولفن. طيب الصورة التانية. shark with small whale. هتبقى the shark is smaller than the whale. سمكة القرش اصغر من الحوت. نروح على الصورة التالتة. whale big eel. the whale is bigger than the eel. the whale is bigger than the eel. بعدين octopus big crab. the octopus is bigger than the crab. the octopus is bigger than the crab. الصورة الخمسة والصورة الستة. بيقول لك eel was small was shark. the eel is smaller than the shark. الصورة الاخيرة دولفن fast octopus. the dolphin is faster than the octopus. the dolphin is faster than the octopus. الدولفن اسرع من الاختبوط. الجزء الخاص بالورك بوك بيقول لك read and write true or false. اقرأ واكتب صح او خطأ. الصورة الاولى هو حللها نفسه بيقول لك the octopus is slower than the dolphin. هل الاختبوط ابطأ من الدولفن? اه true. طيب. number two. the dolphin is bigger than the shark. الدولفن اكبر من سمكة القرش. طبعا false. ده العكس هو الصحيح. number three. the eel is smaller than the whale. صعبان البحر اصغر من الحوت. اكيد طبعا. يبقى true. the whale is faster than the crab. الحوت اسرع من الكابوريا. طبعا true. صح. the shark is slower than the octopus. سمكة القرش. ابطأ من الاختبوط. طبعا false. the whale is bigger than the dolphin. the whale الحوت اكبر من الدولفن. ده طبعا كلام مظبوط يبقى true. التمرين اللي بعد كده بيقول لك انظر واكتب. بيجيب لك سباق كده بين الحيوانات المائية. وبيقول لك مين يا طرى مين فيهم الاسرع? الابطأ الاكبر الاصغر وهكذا. طيب الاولة جيب لك فاست فهنقول ان الموجودون في الصورة عند الدولفن والشارك. طب مين اسرع من التاني? الشارك متقدم هو. عند السباق ومكتوب يعني خلص خلاص وصل للنهاية. يبقى the shark is faster than the dolphin. the shark is faster than the dolphin. الصورة التانية slow هتبقى the eel is slower than the octopus. زي ما انت شايف كده الايل ابطأ من الاكتوبوس. الاكتوبوس هو اللي وصل الاول. الصورة التالتة هتلاقي الصعبان البحر اكبر من الكابوريا. يبقى the eel is bigger than the crab. the eel is bigger than the crab. الصورة اخيرة. سمكة القرش اصغر من الحوت. وجاب لك الصفة هو small. يبقى the shark is smaller than the whale. ندخل على الفونيكستاين. listen and repeat. قلنا ان حرف الاي لما بيجي قبل حرف الار. ما بيتنطقش ا زي وابل وكات والكلام ده كله. لأ. لازم تدخن شوية. فبقول ا. بقول ا. زي barn farm. يبقى ها بتتنطق ا. barn farm yard. طيب ال او ار نطقها لوحدها. بتتنطق ار. زي corn fork storm. طيب ناخد كل الكلمات اللي جات عندنا وناخد معنيها. في الاول خالص نبدأ بال اي ار وبعدين ناخد ال او ار. كل الكلمات اللي فيها اي ار. barn farm yard shark dark smart lizard card hard garden. كمان مرة. barn حظيرة. farm مزرعة. yard الفناء. shark سمكة القرش. dark مظلم. لو على الالوان يبقى غامق. smart ذكي. lizard سحلية. كارد. كاردز اللي هي الكوتشينة. hard صعب. garden حديقة الحديقة المنزلية. كلمات اللي فيها او ار. كارن الضرة. فورم نموذج. storm عاصفة. هورن البوك. فورك شوكة. story. كصة. horse. حصان. بورن. ده فعل معناه ولده. ده في الماضي. نقولهم تاني الصف ده كمان. كارن. فورم. storm. هورن. فورك. story. هورس بورن. بعد كده بنروح لجزء خاص بالفونيكس في كتاب المدرسة. جايب لك حكاية كده بيقول لك رقم الصور بناء على الكلام اللي احنا هنقوله. فبيقول لك. وبعد كده اسمها. سالم كان عنده مزرعة. في يوم من الايام كانت في عاصفة. يبقى هبص في الصور كده يا طرى تنفع عنه صورة اه هي دي هتكون اهو سالم اهو كان عنده مزرعة. وهتهب العاصفة هنشوفها في عنه صورة. the sky was dark. السماء كانت مظلمة. but سالم was smart. ولكن سالم كان زكيا. he put the corn in the barn. هو حط ايه? الدرة في الحظيرة. حط الدرة في الحظيرة اهو. زي ما انت شايف بلما هي دي هتبقى number two. طيب. number three بيقولك but the wind blew very hard. but the wind blew very hard. ولكن الرياح هبت بقوة. زي ما انت شايف كده الرياحة هي هبت على البارن وطيارت كل الكورن اللي فيها. ونزلته تاني فين برا البارن. دي هتبقى number three. اخر حاجة بيقولك look at the corn in the yard. انظر الى الدرة في الفناء. اهو طار كله. في الصورة الرابعة هي دي هتكون number four. كله الدرة طار اهو. بيقى موجود فين في الارض. هنقولهم تاني عشان دي بتيجي كتير في الامتحانات. سالم had a farm. one day there was a storm. the sky was dark. but but salim was smart. he put the corn in the barn. but the wind blew very hard. look at the corn in the yard. الفونيكس تايم الجزء الخاص في الورك بوك بيقولك circle and write a r or o r the number the pictures. طيب اهو جايب لك الصورة الاولى بيقولك شوف الكلمة هتبدأ هتواخدى المقطع a r ولا واخدى المقطع o r. طيب الكلمة الاولى f وسايب لك مسافة ام. اه يبقى دي كلمة farm farm. farm يبقى المقطع a r. وهنكتبها تحت هنا هتبقى farm. كده الكلمة كملت عندي. number two corn corn يبقى ده اكيد المقطع o r. ونكتبها هنا تبقى corn. number three storm storm هتبقى o r. وهنكتبها تحت هتبقى الكلمة لبعضها storm. number four هتبقى barn الحظيرة. يبقى المقطع a r وهتكتب تحت barn الحظيرة. number five fork. اه يبقى المقطع o r. ونكتبها تحت هنا هتبقى fork. number six lizard. lizard يبقى المقطع a r. وهنزلها تحت هنا تبقى lizard. تعال الرقم بقى number one farm. farm فين المزرعة? هي دي هتبقى تكون number one. number two corn. فين الضرة? اه يبقى هي دي number two. number three storm العاصفة. البرق والرعدة هو السحاب. three. number four barn. اه الحظيرة. يبقى هي دي number four. number four. number five. ايوة. fork الشوكة. فين الشوكة? اهي. اخر واحدة. بعدين اخر صورة عندي number six اللي هي اللي هي السحلية. وكده يبقى جوابنا السؤال ده. اللي هو ايه? ونروح على السؤال بي. وده مهم جدا. الجزء ده مقرر في امتحانات كتير. املأ الفراغات. جيب لك حكاية كده. وبيقول لك كمل اللي ناقص من الكلمات الموجودة في البوكس اللي فودة. دارك مزلم. فارم مزرعة. هورس حصان. ستوريز قصص. بارن حزيرة. كورن دورة. كاردس كوتشينا. ليزارد سحلية. جاردن حديقة. يارد الفناء. ستورم العاصفة. اللي هو الفشار. اليوم. زرنا. ايه? الخاصة بجدي. طبعا هتكون الفارم. جراند باز فارم. هو مربي. يعني بينمي بيزرع يعني بسلة. اند كورن ودورة. ان ذا فين? ان ذا جاردن. في الحديقة. هز هورس حصانه. ليفز ان ابيج ريد بارن حصانه. بيعيش في حزيرة كبيرة ولونها احمر. اسمول جرين ليزارد. يعني سحلية خضرة وصغيرة. ليفز ذير. تعيش هناك. تو. ايضا. we chased it across the yard. احنا طردناها عبر الفناء. there was a storm. مكان في عاصفة. in the evening. في المساء. it rained and the sky was. لقد انطرت واصبحت السماء. dark. مظلمة. we played cards. لابنا كوتشينا. and listened to stories. واستمعنا الى القصص. in the house. في المنزل. grand pa made popcorn. وقد عمل لنا. popcorn الفشور. نقولها كده. عشان تفهمها كلها على بعض. today we visited grand pa's farm. grand pa grows peas and corn in the garden. his horse lives in a big red barn. a small green lizard lives there too. we chased it across the yard. there was a storm in the evening. it rained and the sky was dark. we played cards. and listened to stories in the house. grand pa made popcorn. اتمنى ان احنا كده نكون غطينا كل الاجزاء للوحدة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير سبسكرايب. تشترك معنا في القناة. وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك مع تحيات مستر ياسف الكلان مع قناة بي فوزيتيف.